إليك الميكروفون معاك السيد مروان هشام عبد المقصدارة النادي الأهلي حابين نسأله على آخر استعدادات النادي الأهلي وآخر أجواء مع أسكر النادي الأهلي قبل التوجه إلى ملعب المباراة سيد مروان هشام عبد المقصدارة النادي الأهلي في كواليس مقبل هذه المباراة الهامة جداً مباراة الأهلي والمصري في نهاية بطولة كاس مصر مروان برحب بك في البداية وأكيد عايز أخذ رأيك في المباراة النهاردة شايف المباراة إزاي وهل متفائل ولا إن شاء الله نحق البطولة برحب بيك وبرحب بالستوديو والناس اللي في استوديو اللي ما عرفش مين اللي موجود آه مطش مهم طبعاً مطش بتقوله وآه يعني جيت أنا وباشماندس محمود نحفز اللعيبة قبل المطش عايزين نكسى بالدوري عايزين نكسى بالكاس عشان نقفل الصفحة بتاعت البطولات المحلية ونبتدي نركز في مطش الترجي بقى لإن ده آخر معركة يعني قبل مطش الترجي اجتمعتم مع اللعيبة أنت المهندس محمود طهر ولا ليسه لا لا لسه يعني هو مش اجتماعي ومش اجتماعات خلص يعني هو مجرد باش معندس بس عيحفزهم ونستبع عرفة ان احنا بنساندهم وقافين في طهرهم زي العادي يعني شايف ان شاء الله البطولة النهاردة النادي الاهلي غايب عنه بطولة كاس مصر بقالها فترة متفاعل ان النهاردة ان شاء الله ممكن النادي الاهلي يرجع البطولة للدولاب عندنا في النادي او لا بص يعني احنا بالاهلي احنا دائما متفاعلين أنا عمري ما دخلت نوتش أو بطولة وأنا مش متفائل يعني فلازم أكون متفائل وإن شاء الله نكسب أنا واثق في الفرقة واثق في الجهاز الفني وكل الدعم لهم وإن شاء الله يكونوا عند حصن الزمن المسؤولية وربنا يسهل مش عايز أستابق الأحداث إن شاء الله بإذن الله هنكسب النهاردة لكن في حالة إن شاء الله فوز النادي الأهلي بالمباراة النهاردة هل حيكون في مكافئات خاصة بالمباراة دي ولا لسه الكلام ده لا ترجع بقى مجلس الإدارة بقى دي مش دلوقتي لسه بس مش هنسبق الأحداث نكسب الأول وإحنا ما بنبخلش على حد بأي حاجة في النادي إن شاء الله الرسالة اللي انت حاببت تقولها للجهاز الفني واللعبين مباراة مهمة جدا النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي بتحديد نستنى من نحن نفوذ النهاردة فصوصا نحن كمان حنلعب فريق قوز فريق المصري إيه الرسالة اللي انت حاببت تقولها للعب النادي الأهلي قبل مباراة يعني عاوزين بس نرجع الكاس اللي بقى له تقريبا من 2007 مش موجود في النادي فعاوزين نكسب البطولة دي ويبقى استعداد حلو اللعبة حتى تخش على مطش الترجي وهم كسبانين دوري وكاس الدنيا بتفرق جامد بس أنا عارف ان الفرقة والجاذب فني مش محتاجين رسائل هم عارفين المسؤولية اللي عليهم وربنا يعني يكرمهم بقى ان شاء الله ويكرمنا ان شاء الله توقع النتيجة؟ لا معرفش هنكسب ان شاء الله بس مش مشكلة بايش ربنا خليك بايش ده كان لقاءنا مع مروان هشام عضو مجلس الدارة